تأكيداً للي قلناها في الأيام اللي فاتت حول رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي في ضم سايد نمار لعب الزمالك الشاب وأكدنا أن المدرب تحدث مع اللاعب وقدارت نديه بشكل ودي حول إمكانية ضم نمار في الانتقالات الصيفية المقبلة نادي الاتفاق السعودي أرسل أمس السبت عرض الرسمية لنادي الزمالك يطلب فيه ضم سايد نمار وعرض الإطارة الأمر على البرتغالي جوزفالدو فريرا اللي رفض رحيل اللاعب واحترافه في الوقت الحالي وأكد أنه أصبح من الأعمدة الأسسية بالفريق وما يمكنش أبداً الاستغناء عنه وفعلاً سايد نمار بقى من اللاعبين المهمين جداً سايد نمار عقده مع نادي الزمالك مازال سارياً